تواصل الأذرع الإيرانية في العراق توسيع نفوذ ولاية خامنعي من خلال إطالة أظافر ميليشيا الحشد التي لم تعد مخلب القط الإيراني بل الغول الذي يبتلع كل مؤسسات العراق فمنذ الغزو الأمريكي للعراق جهدت طهران في تكريس سلطتها على امتداد بلاد الرافدين إلى أن جاءت الحرب ضد تنظيم الدولة فكانت فرصة ملائمة لتعبيد طريق الحلم التوسعي الإيراني من خلال رسم خريطة نفوذ تكرس الطائفية والفتنة ومشاريع التقسيم على المنطقة العربية كاملة الحكومة أصبحت تحت سلطة ميليشيات الحشد الأولى تطلق تصريحات متكررة بشأن نزع سلاح الثانية بينما واقع ميليشيات الحشد يناقض تلك التصريحات فيوما بعد يوم تزيد من تسلحي هذا المصدر الإيراني بل وأصبحت تحدد من يحمل السلاح بالعراق ومن ينزعه بمجرد أي خلاف وليست حادثة اعتقال القيادي فيها أوس الخفاجي ببعيدة عن هذا المشهد هي دولة داخل دولة كما تصفها صحيفة الاندبندنت البريطانية ونسخة طبق الأصل عن الحرس الثوري هكذا هندستها إيران وجندتها للقيام بعمليات قتل واعتقال وسلب ونهب على مستوى المحافظات العراقية كافة بعض من كان يستخدم الحجد الشعبي كما ظل للقيام بعمليات اغتيالات وأيضا عمليات نهب وسلب ليس فقط على مستوى العاصمة بغداد وإنما حتى على مستوى المحافظات التي رافقتها عمليات تحرير نفوذ ميليشي الحجد السياسي طغى على تشكيلة حكومة العبادي وفي عهد عبد المهدي وصل هذا النفوذ إلى درجاته القصوى بحيث أصبح من الصعب ضبط سلوكها حتى في ظل التوجه الأمريكي المفترض لتقليص نفوذها أبدأ قادة ميليشي الحجد إمكانية التوافق بينهم وبين أمريكا وتخلين بذلك عن لهجة الساخدة ضد المحتل الأمريكي القوات الإجابية موجودة أمريكان استطعنا أن نقرجهم من الباب ولكن عادوا من الشباه ويجب علينا أن يكون لدينا طرح واضح وفطة واضحة حتى إذا قررنا أن تبقى قوات أمريكية يجب أن تبقى بتوافق باتفاقية من خلال البرلمان ترجمة نانسي قنقر